من الأيام الحالية وهو فيما يتعلق بآخر أخبار الفريق وإزاي هيستعد للمبرارة المجبلة أمام الاتحاد السكنداري يوم الثلاث إن شاء الله في نصف نهائي بطولة كاس مصر المبرارة هتتلاعب على استاد الجيش بالسويس الساعة 8 بالليل وأنا هتكلم مع حضرتكم في بعض الأخبار اللي بتخص الفرقة بكل التفاصيل فيما يتعلق الأول بموضوع القايمة وإحنا عارفين الأهل يتعاقد مع بعض اللاعبين الجدد خلال الفترة اللي فاتت فالناس بتسأل موقفهم ومبرارة الاتحاد السكنداري إن شاء الله تعالى النهاردة في اجتماع ما بين الجهاز الفني بشكل كامل الكابتن سيد عبد الحفيز كانت معهم senacab معهم لحسم القايمة الأولى بشكل نهائي الاجتماع ده مش هيكون نهاردة بس هيكون النهاردة وبكرة القايمة الأولى هيتم إرسالها إمتى؟ هيتم إرسالها بكرة إن شاء الله بإذن الله تعالى لاتحاد القرى القايمة الأولى دي اللي بتشمل اللاعبين أصلاً اللي هم عندهم عقد معاك واللي مقايدين في القايمة الخاصة بالفريق المسلم الماضي اللاعبين اللي هايخرجوا من القايمة الأولى دي تعرف على طول لما الأهل يعلم بكرة تعرف إن دول فيه تفاوض ما بينهم وما بين النادي الأهلي على رحلهم عن الفريق سواء على سبيل الأعرى أو على سبيل البيع النهائي وحيتم قد اللاعبين الجدد زي بدري بنون طاهر محمد طاهر المعارين اللي رجعوا في منتاني بيكم الناس اللي تمت عقل معهم هيتم أكدهم في القايمة التانية اللي هتكون بداية من يوم واحد من بداية الشهر الجديد واحد اتنشر فبالتالي انت هتأيضهم الصبح تقدر تلعبهم بالليل فحيكونوا متاحين بالنسبة لك في مباراة الاتحاد السكندري وده كان جزئية بيسأل فيها كتير من جمهور النادي الاهلي اللي هما بدري بنو ناصر ماهر واكرم توفيق واللعيبة الجدد اللي تم التعاقد معهم بشكل رسمي طيب تعال بقى الجزئية المساحات وإيه اللي بيحصل فيها امبرح بشكل رسمي خلاص وليد سليمان الحمد لله عينته اتحولت من إيجابية لسلبية وشوفية تماما من فيروس كورونا واصبح متاح للجهاز الفني بإذن الله تعالى تبقى الرؤية فنية وتبقى لجهازيته البدنية النهاردة كمان في مسحة لوليد تاني وبتضم كمان كل اللعبين كل اللعبين هيجروا المسحة مش عاملوا رابط تيست البروتوكول تحت حد مصر انك تعمل رابط تيست اللي هو عينة تدام وابدان انت عندك اي اجسام مضادة ولا لا لا الجهاز الفني والنادي الاهلي قرر ان هو يعمل البي سي ار مسحة لكل اللعبين عشان يطمن بشكل اكبر على اللعبين وده هيشمل كل القائمة بالنسبة للنادي الاهلي طيب الناس بتسأل على أليو ديانج موقفه ايه أليو ديانج هيعمل مسحة ايضا النهاردة ويتم تحديد مدى يعني ايجابية او سلبية عينته ان شاء الله تكون عينته بقت سلبية وينضم لتدريبات الفريق بالشكل طبيعي انبارح كان بالمناسبة بالمناسبة للقاطات دي كانت تدريبات خفيفة واستشفائية جدا بالنسبة للعبين النهاردة المران الرئيسي وبكرة مران اخر من خلاله يكون هون مران الاخير ويسفروا على السويس بإذن الله تعالى أليو ديانج خلاص اتكلمت مع حضراتكم عنه أجيئ كانت تعرض لإصابة او تجدد لإصابة اللي كانت جات له في التدريبات قبل مبرات الزمالك تعرض لها في مبرات الزمالك كانت واضح ان هي برضو في الكاحل حيبقى فيه اختبار طبي للعب المهاردة وحنشوف مدى امكانية لحقه بالمبرات المقبلة بالمناسبة نسبة كبيرة جدا هتشوفه وجه جديدة في مبرات الاتحاد السكنداري كمان فيما يتعلق بطاهر محمد طاهر الناس بتسأل على طاهر ومواقفه مبرات الجاي طاهر لسه عنده شد في العضلة الامامية بيعالج منه عنده بعض التدريبات التأهلية فرص لحقه بالمبرات القادمة صعبة جدا جدا لكن طبعا هيتم كده وهيكون متاح لما هو بعد مبارات الاتحاد السكنداري ان شاء الله يكون مباراة نهائية لبطول الكأس مصر اخر حاجة كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ النهاردة كان لتصرحات وقال انه بيتمنى ان مبارات السوبر الافريكي مع فريق نهد بركان المغربي تكون على استاد الاهلي والسلام وحنشوف في القرار النهائي هيكون ايه بخصوص الجزئية احنا عارفين استاد القرار تم اغلاقه رسمي عشان يتم تجديد ارضية الملعب وزرع البزور الشتوية لفصل الشتاء فبالتالي انت متاح بالنسبة لك الاهلي والسلام وده رغبة النادي الاهلي تبقى للي قاله كابتن سيد عبد الحفيظ المدير الكرة بالنادي الاهلي دي كانت اهم وابرز الاخبار وطمينت حضراتكم بشكل كبير جدا على اخر الامور اللي بتخص فريق النادي